هذا وقد حلص صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيق على تعزيز العلاقات الخارجية العمانية مع الدول الشقيقة والصديقة تحقيقا للتعاون والسلم والأمن الدوليين كانت السياسة الخارجية العمانية ولا تزال مستندة على أسس جوهرها مصالح الشعوب ورخاؤها وازدهارها بنهج متزن وبحكمة قائدها تسير سلطانة عمان بخطوط واضحة في تعزيز العلاقات الخارجية في محيطها الإقليمي والعالمي فمثل ما حملت سفن السلطانة منذ زمن بعيد ما جادت به أرض عمان من خيرات ها هو سلطان عمان الشقيقة ربان السفينة التي تحمل الودة والسلامة إلى شعوب العالم حرصت السياسة الخارجية العمانية على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الأشقاء ومن منطلق وحدة المصير حضيت العلاقات الخليجية باهتمام بالغ من قبل سلطان عمان وهو الأمر الذي انساب من خلال المشاركات والزيارات المشتركة لقادة الدول علاوة على الاتفاقيات ومجالس التنسيق والتعاون المشتركة التي أسهمت في تعزيز الأسس الأخوية للانطلاق لأفاق أرحب من التعاون في البيت الخليجي الواحد سلطان عمان أكد دائما استمرار دعم سلطانة عمان لجامعة الدول العربية حيث أن الدعم يأتي من خلال التعاون مع الأشقاء زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية والرقي بحياة المواطنين والنائيب المنطقة العربية عن الصراعات والخلافات والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية وعلى صعيد العلاقات الدولية يؤكد نهج السلطانة على جملة من الثوابت القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات وتؤكد عمان بشكل جلي مواصلة دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة محترمة لمثاقها تحقيقا للسلم والأمن الدوليين عهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إشراقة عمانية تجاه المستقبل فبالحنكة والدبلوماسية المتزنة والمواقف المدروسة التي تقدم مصالح الشعوب ورخائها وازدهارها تبحر عمان وربانها داع للسلام والتواصل والتقارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر